تلفزيون البحرين من تطبيقها على أرضه النظام ما أشتره فيه أنه يصدر أو يحاول تصدير الديمقراطية ما يسمى بديمقراطيته إلى العالم العربي وتصويت وعمليات الانتخابات لكنه كان يحذر تماماً ويخاف أنه يطبقها على أرضه لكن بطول السنوات وابتدت الشعوب تعي أنه كيف من يطالب بالمعروف ينسى نفسه وكيف من يأمر بالمعروف ينسى نفسه وحتى مثلاً الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما في كتابة قالها أنه الأمير الوالد كان يشجع على ممارسة الديمقراطيات تدخل في شؤون دول أخرى ولكنه يرفض تماماً أن تكون هناك أي انتخابات أو أي شكل من أشكال المجتمع المدني داخل داخل بلاده كما أكد الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم أيضاً أن قانون الانتخابات القطرية التميزي يؤسس للعداء ويخلق مآسي بين أبنائي وأجيال الشعب القطري تالي عملية تؤثر على التركيبة على المدى البعيد يعني المسألة أبعد بكثير هذا مسألة الانتخابات فقط ومجل الصورة وخمسة ثلاثين كرسي يعني المسألة ليست بهذه البساطة أنت قاعد تخلق مآسي سوف يعاني منها أبنائهم وأعفادهم وستنعكس على أبناء وأعفاد من قلت عنهم أن هم المؤسسين أو الذين لهم الحظوة وأن لهم هم المواطن الذهبي في مقابل المواطن النحاسي أو البرونزي مثلاً فالعملية تحكى إلى قرار يصحح يعني حتى لو عن طريق إدخال مثلاً يعني بواسطة التعيين إدخال بضعة أشخاص من هذه الفئة المنبوذة أو كما يعني ممكن حتخلق لهم زي طبقة المنبوذين في الهند مثلاً فهذه خطورتها على المدى البعيد أكثر بكثير في بلد صغير وشعب عدد وقليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر